حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرني مالك عن العلاء عن معبدي بن كعب الصالمي عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق أمرئ مسلمين بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراك حثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زهير يعني ابن محمد عن صالح يعني ابن كيسانة عن عبد الله بن أبي أمامة الحارثي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان ترجمة نانسي قنقر